على أطراف البلدات الشرقية لدير الزور تترامى خيام العائلات النازحة في هذه الأرض الجرداء يعيشون في ظروف قاسية بعد هربهم من بيوتهم وأحيائهم التي باتت مسرحاً لمعارك شرسة شنتها روسيا والنظام السوري والولايات المتحدة والقوات الكردية ضد تنظيم الدولة تعيش العائلات النازحة تحت وطأة ظروف إنسانية سيئة وتجاهل تام من قبل المنظمات الدولية والأممية لجميع متطلباتهم الغذائية والطبية خاصة مع قدوم فصل الشتاء بجوه القارس ما ينذر بكارثة صحية تتهدد حياة السكان وأطفالهم فضلاً عن فقدان وسائل التدفئة تواجه رهام الهاربة من جحيم القصف في دير الزور تحديات كبيرة في الحياة داخل هذا المخيم من تأمين مياه للشرب ورعاية أطفالها المرضى ونقص حاد في الأدوية اللازمة كل الخيمة اللي قاعدين بيها إحنا مطر وبرد وعندنا أطفال مرضانة ما نقدر عليها على الشياء أنتم يا أهل الخير اللي تحبون ترضون أنتم اليوم عائلتكم تقعد بجدان مكان كغيره من النازحين الطرسام العبدالله لمغادرة منزله في دير الزور لتأمين عائلته من القصف الذي استهدف بيوتاً في الحي الذي يعيش فيه إلا أن الأمان الذي عثر عليه فقد معه بيتاً يقيه من برد الشتاء فحتى الخيمة التي يسكنها لا ترقى لمستوى خيمة لاجئ تكون بديل مؤقتاً عن مأوى سكني فمنزله تعرض كغيره للقصف وتحول لأنقاض على الأرض العالم بدأ سكن ما فيه سكن المرض دكتور تريد دكتور تلاقي الأطفال ما بي تحت هذه السماء يعيش هؤلاء ضحايا حرب أجبرتهم على ترك منازلهم بحثاً عن الحياة في مخيمات عشوائية مترامية الأطراف لم يعلموا أن العالم بأسره بمنظماته الدولية ومؤسساته الإنسانية لا يدري ما حل بهم فهم يعيشون على بقايا أمل علهم يعودون يوماً إلى حيهم